بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم يا متصفحي بوابة زيو فونت في حلقة من حلقات لغويات التي يعدها ويراجعها الأستاذ الحسين أقليل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح من نتق باللسان العربي المبين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وبعد أحباب قلبي في ربوع وطننا الحبيب وفي ديار المهجر وكل عشاق لغة الضاد أينما كانوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع في رحاب الحلقة الجديدة من حلقات لغويات يكثر في كتاباتنا وكلامنا النسب إلى كلمة رئيس فنقول فكرة رئيسية ومتكلم رئيسي وقد حكم بعض اللغويين المعاصرين أمثال مصطفى جواد ومحمد العدناني بتخطئة هذا النسب لأن كلمة رئيس صفة مصوغة على وزن فعيل وليس من المعروف عند العرب إضافة يا النسب التي تفيد الصفة إلى ما هو صفة فعلا يقول محمد العدناني القلب والدماغ والكبد من الأعضاء الرئيسية في الإنسان والصواب من الأعضاء الرئيسة كما جاء في المحكم لابن سيده والتاج للزبيد والطرائف للثعالبي والإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ومجمع البحرين ومفاتيح العلوم للخواريزم والوسيط لمجمع القاهرة ومد القاموس لإدوار لين معجم الأخطاء الشائعة تأليف محمد العدناني مكتبة لبنان بيروت طبعة سنة 1933 صفحة 97 إلا أن بعض اللغويين الآخرين دافعوا عن صحة كلمة رئيسي وقد استند هؤلاء المدافعون إلى الحجج الآتية النسب إلى الصفة وارد في كلام العرب وفي القرآن الكريم كقوله تعالى لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لو فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمن أولئك ينادون من مكان بعيد صورة فصلت الآية 43 حيث نسب إلى لفظة أعجمي وصفة وهو صفة مشبهة ومما ورد عن العرب كذلك باطلي ظاهري من النحات من أجاز النسب إلى الصفة فكلمة رئيسي وردت في كلام القلقشندي صاحب صبح الأعشى وهو قوله وأما استفاء الدولة فهي وظيفة رئيسية وقد توصل مجمع اللغة العربية بالقاهرة إلى حسم الخلاف في صورة قرار يقول يستعمل بعض الكتاب العضو الرئيسي العضو الرئيسي أو الشخصيات الرئيسية وينكر ذلك كثيرون وترى اللجنة تسويغ هذا الاستعمال بشرط أن يكون المنصوب إليه أمرا من شأنه أن يندرج تحته أفراد متعددة ثانيا في هذه اللغويات أيصح أن نقول للميت المتوفي بقصر الفاء المشددة وبعدها ياء أم نقول المتوفى بفتح الفاء المشددة بعدها ألف مقصورة المتوفي فهو على صيغة اسم الفاعل من غير الثلاثي والمقصود به والمقصود بالمتوفي والمتوفي الله سبحانه وتعالى الذي يتوفى الأنفس حين موتها قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها إلى آخر الآية باء المتوفى فهو على صيغة اسم المفعول من غير الثلاثي وهو الإنسان الذي استوفى الله عز وجل مدة حياته فلم يبقى له منها شيء فحل أجله لإنقضاء عمره هذا هو الفارق بين اللفظتين في لسان العرب وقد وقعت في الخلق بينهما لطائف نذكر منها ألف حكي أن رجلا حضر جنازه فسأله أحد الفضلاء من المتوفي بقصر الفاء المشددة فقال الله فأنكر ذلك أي لا أنبين له الغلط وقال قل المتوفى بفتح الفاء المشددة باء ومما يذكر في هذا السياق كذلك ما رواه أحد اللغويين قال مررت في طريقي فرأيت جنازة تشيع وسمعت رجلا يسأل من المتوفي فقلت له الله سبحانه وتعالى فضربت حتى كدت أن أموت جيم ومر رجل بضار ميت فقال من المتوفي فقال له رجل الله فقال له يا كافر الله يموت فقال لعلك تريد المتوفى ثالثا كلمة الهرمون كلمة يونانية الأصل وتعني مادة تفرزها بعض الغدد الصماء فتزيد في نشاط الأعضاء التي تستقبلها عن طريق الدم وهي تعني في اليونانية التنبيه أو التحريض والهرمون مادة مؤثرة للغاية في نشاط الجسم لأن أي تقصير في إفرازها يأتي بنتائج عكسية على نشاط الإنسان وصحة قواه الجسمية با الهرطقة كلمة الهرطقة معربة من اليونانية وتعني خرج عن دينه أو شك في صحة معتقده أحبابي في TheUcity.net أشكر هذا الموقع الجميل العتيد الذي فسح للمجال لنشر ما أكتبه وما تجود به قريحتي فشكرا جزيلا لهم كل العاملين في هذا الموقع من رئيسهم الأستاذ والصديق والأخ الفاضل مصطفى الوردي إلى مصور الحلقة تلميذنا الفاضل محمد الباقلي والآخرون فريد العلالي وأيضا الأخ الآخر في زيو سيتي المعروف في صوته الجميل وهو الشقراني وكل من يسدي خدمة جليلة لهذا الموقع أحباب قلبي شكرا جزيلا لكم إلى موعد آخر إن شاء الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام ختامه شكرا جزيلا لكم